السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية يا سادس سنبدأ اليوم بالدرس الرابع من مدارس هبة الله في مادة الجغرافيا وهو يتحدث عن السكان في المملكة الأردنية الهاشمية. تحدثنا في الدرس السابق عن السكان في الوطن العربي. الأردن هي جزء من الوطن العربي وهي تقع في قارة آسيا سنلاحظ معا أو لنبدأ معا في الزيادة السكانية في الأردن. فقد كان عدد سكان الأردن عندما تأسست إمارة شرق الأردن عام 1921 كان عدد سكانها 300 ألف نسمة ثم أخذت بالتزايد لأسباب مختلفة منها النمو الطبيعي والهجرة وأصبح عدد سكان الأردن حسب آخر إحصائية عام 2015 إلى 9.5 مليون نسمة. إذن سكان الأردن فيه تزايد مستمر لأسباب مختلفة منها النمو الطبيعي للسكان ومنها الهجرة سواء بسبب الحروب أو الهجرة بسبب العمل نأتي إلى أسباب الزيادة السكانية فأسباب الزيادة السكانية كما تحدثنا بأن هناك الزيادة الطبيعية يعني الزيادة الطبيعية والهجرة الزيادة الطبيعية تعني ارتفاع معدل المواليد زاد في الأردن ارتفاع معدل المواليد بسبب التقدم في المجال الصحي وانخفاض معدل الوفيات أما الهجرة فهي بداية كانت بسبب هجرة الفلسطينيين إلى الأردن يعني احتلال إسرائيل لفلسطين أدى إلى هجرة الفلسطينيين للأردن وتركها بسبب الحروب في عام 1948 كانت الهجرة الكبرى ثم في عام 1967 في العصر الحديث أيضا في عنا الحروب والنزاعات في الدول المجاورة مثل الأزمة العراقية والأزمة السورية ونحن نشهدها حتى الآن هناك زيادة سكانية هائلة خاصة بسبب الأزمة السورية لنأتي إلى الكثافة السكانية في الأردن فقد تزايدت الكثافة السكانية في الأردن منذ عهد الاستقلال بما أنه زاد عندي عدد السكان أكيد رح يكون في الكثافة السكانية رح تزيد ففي عام 1952 كانت كل 6.6 أشخاص لكل كيلو متر لكن هذه لم تبقى كما هي بل ارتفعت بسبب الزيادة السريعة للسكان بسبب الهجرة خاصة وصلت في عام 2013 إلى 74 شخص لكل كيلو متر مربع إذن ارتفعت الكثافة السكانية بالشكل الكبير في الأردن بسبب زيادة عدد السكان لنأتي إلى أسباب تفاوض الكثافة السكانية بين مختلف المحافظات فأيضا السكان الأردن غير موزعين بالتساوي على محافظات المملكة يوجد 12 محافظة في الأردن ولكن السكان يتوزعون بشكل مختلف أولا بسبب الموارد الطبيعية بسبب وجود هذه الموارد الأوضاع الاقتصادية فهم يبحثون عن الخدمات فالسكان يتركزون في العاصمة في عمان، في زرقاء، في إربد في المدن هذه الرئيسية وتقل في محافظات الجنوب والمفرق والأزرق بسبب قلة الخدمات بسبب عدم وجود المشاريع الاقتصادية أيضا توافر الخدمات الأساسية وإن موجود في خدمات أساسية يكون هناك في كثافة سكانية عالية وقلة توافر الخدمات الأساسية تؤدي إلى قلة السكان في المنطقة وأيضا كما تحدثنا فرص العمل قلة فرص العمل في مناطق أو بعض المحافظات أدى إلى هجرة الشباب والأسر إلى المناطق التي فيها فرص سكانية عالية بالتالي في عندي حكينا زي المدن الرئيسية العاصمة عمان، الزرقاء، إربد فيها كثافة سكانية عالية بينما محافظات الجنوب تقل فيها الكثافة السكانية بسبب هذه الكثافة السكانية وتوزع السكان غير المنتظم أدى إلى أدى إلى آثار سلبية من هذه الآثار السلبية زيادة استخدام الموارد الطبيعية زيادة استخدام المياه زيادة الطلب عليها، زيادة الطلب على الغذاء زيادة النفقات الاستهلاكية زاد عندي النفقات زاد الاستحام والاكتظار خاصة زي ما حكينا في المدن الرئيسية أصبحت مزدحمة ومكتظة بالسكان ضخم المدن مثل عمان والزرقاء وعندنا نقص في عدد المساكن بسبب الزيادة السكانية وزادت بالتالي يؤدي إلى زيادة نسبة التلوث وحرمان بعض المناطق من فرصة التنمية والاستثمار لأن الدولة ستركز على المدن الرئيسية لتوفير الخدمات لمن جاء جديد في هذه المدن وبالتالي تحرم المناطق الأخرى من الخدمات أو من التنمية والاستثمار وبهيك يا سادس منكون أنهينا درسنا لليوم وإن شاء الله نراكم في درس قادم بإذن الله